أحب بالناس العية مش فرقة معايا كتير تنتهي البراب نتيجة كامل المهم إن هي ترتاح تنتهي بانتصار النادي الأهلي وبفوزه أياً كانت النتيجة طبعاً يعني أكيد لعبة النادي الأهلي دايماً ودي مش حاجة جديدة دايماً بيحترموا الفريق المنافس بالمناسبة أياً كان مين هو الفريق المنافس وأياً كانت البطولة لو تلاحظوا إحنا في آخر فترة لما بنيجي حتى نتكلم مع حضراتكم عن على الصعيد المحلي بنقول لكم إيه بكرة عندنا ماتش مهم جداً مع سراميها كليوباترا أو الأسبوع الجاي عندنا ماتش مهم جداً مع كذا يعني ما بتفرقش معنا لا البطولات ولا المنافسين إحنا في كل الأحوال بندخل المباراة وإحنا مركزين كل التركيز وعيننا ما بتنزلش من على الهدف المرجو من وراء هذا اللقاء اللي هو إن إحنا نطلع من خلاله منتصرين إن شاء الله فدايماً الأهلي بيحترم كل منافسينه اللعيب عارفين كويس قوي كمان قيمة الوداد وعارفين يعني إلى أي درجة هو فريق ثقيل وكبير لكن كالعادة إحنا دايماً مستعدين وقدرين على التعامل مع أي الضغوط خلال مباراة الوداد إن شاء الله خصوصاً اللي بنسميها دايماً في كرة القدم يعني الضغط الجماهيري ودي حاجة مش هينة بس الأهلوية عندهم قدرة على التعامل الأمثل مع هذا النوع من الضغوطات مباراة الإياب طبعاً في نهاية دوري أبطال صعبة جداً على الفرقتين الحقيقة لكن هي عادة النادي الأهلي من الصعب أن يخسر بطولتين في موسمين متتاليين ده أمر يكاد يكون غير مقبول بالمرة عند لعبة النادي الأهلي وجهاز الفني والإداري وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة اللي وثقة جداً ودعمة جداً للفريق وبالطالبه دايماً بالتتويج بالمزيد والمزيد من البطولات عارفين إن طبعاً كرة القدم بطبيعة الحال دي رياضة فيها مساحة كافية للمكسب والخسارة كل شيء وارد في كرة القدم لكن لعبتنا يتعودوا يلعبوا من أجل تحقيق الفوز والبطولة فريقنا بيعمل بمنتهى الجدية من أجل إنجازها دي المهمة وطبعاً إحنا بنتمنى لهم كل التوفيق النهاردة إن شاء الله شوف بقى لما بيبقى في لقطات حلوة كريم لازم نتكلم عنها يعني إحنا منتكلم أن البعثة أو وصلت خلاص المغرب وبنتكلم عن الاستقبال مش بس لجماهير النادي الأهلي في أي دولة الأهلي بيلعب فيها يعني بطولة أو مبارلة كمان من قبل بعض اللعيبة يعني زي أنا هتكلم تحديداً عن بدر بنون أنا عجبت اللقطة جداً لما راح ويزار الفريق في مقر الإقامة وكان حريص جداً طبعاً إن هو يكون متواجد معاهم فدي كلها لما سيت بتبقى حلوة لقطات بتكون حلوة جداً وإحنا بنسعد بيها وجماهير النادي الأهلي بيسعد بيها جداً طبعاً بدر بنون من اللعيبة اللي كان لها بيع كبير جداً وأثرت بشكل كبير وأضافت بشكل كبير كمان للنادي الأهلي خلينا نروح نتابع اللقطة دي أو الأجزاء زي مكنت بقول لحضراتكم يعني أجزاء كانت جميلة واللقطات جميلة لو هي هتتعادلت دلوقتي بإحنا بنتكلم على الشاشة للي كريم حرجع أقول تاني ممكن أن أنت دورك في النادي الأهلي ينتهي كلاعب على سبيل المثال لكن العطاء لسه موجود هي دي النقطة العطاء بتاعك لسه موجود والمحبة لسه موجودة والاحترام يكون لسه موجود مش مجرد ما الجزئية دي أو سنفترة تواجدك في الملاعب بتخلص خلاص بالعكس شوف إحنا عندنا إزاي دلحد هذه اللحظة يعني اللعيبة على المدار السنوات والأجيال المختلفة بيجون نضيوف وبيكون متواجدين كبان في الإدارة وغير وغير عطاء لا ينتهي مع النادي الأهلي ده اللي إحنا بنتكلم فيه وحروح بعيد دي اللقطة اللي انتي وقفتي عندها وكالناس كتير على فكرة برضو بسطة جدا منها كوالة السلام يا حضرات نوع الحضن اللي كان بيتبدو بدر بنون مع كل اللعيبة حاجة عظيمة جدا وتورينا إلى أي درجة اللي بيدخل في منظومة النادي الأهلي حتى لو خرج منها لاحقا لأي سبب من الأسباب لكن لا هو جزء اللي يتجزأ من مرحلة ما في تاريخ النادي الأهلي بدر بنون كان من اللعيبة المحبوبين جدا بعيدا كمان عن حجم الاقتدار بتاعه في الملعب وانه الحقيقة كان ليه إسهامات وآياد بيضاء كتير جدا مع النادي الأهلي وكان عنصر محوري وفيصالي في كتير جدا من المباراة المهمة لكن كمان على الصعيد الإنساني لا شفنا نوع السلام عمل إزاي حاجة عظيمة جدا تعالوا بقى نروح لي